بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنكلمكم النهاردة عن المستجدات من العلم عن الفيروس كوفيد او فيروس الكورونا ابتدأ الناس تفكر ايه الحكاية جه منين ولذلك من المتفق عليه ان هذا الفيروس بدأ من الحيوان ثم انتقل الانسان اي الحيوانات برضو المتصور انه بدأ من الخفافيش ثم انتقل الى البشر من خلال حيوانات اخرى وسيطة ماهي الحيوانات حتى الان غير معروفة ولكن اقتراحات كثيرة من الجمال من الخنزير من المايز من اهي المهم حيواناته بس والفيروس ده فين الخفافيش ده فين الخفافيش دي من المقترح ولكن غير المؤكد انها موجودة في كفوف عميقة ومناطق وعرة في الصين يصعب الوصول اليها يبقى اذا نقدر نقول مجمع لقول ان الكورونا دي بدأت في حيوانات ثم تمحورت ثم انتقلت الى الانسان دخلت جسم الانسان فسميت يومان كورونا وبمجرد انحلت بجسم الانسان تضاعفت وسببت له العدوى والامراض يبقى هنا هذه الاقتراحات العلمية المستنتجة هي السبب ولذلك زي في الصين كانوا بين موت القطط وفكروا في الكلاب وجدوا القطط هي اكثر وسيلة لنقل العدوى واحنا دلوقتي اصبحنا نعاني من هذا الفيروس تابع الانسان بقى ولكن هذا الفيروس تعود على التمحور كل امنياتنا دلوقتي قال يتمحور هذا الفيروس داخل جسم الانسان لانتاج سلالات اخرى للاستمرارية بجسم الانسان او اعادة مهاجمة هذا ما ندعو الله وهذا سوف نرى ونتمنى ان لا يقول وبدأت المراكز البحثية في العالم تبحث عن الجديد عن هذا الفيروس مع القلم بان كل ما سبق معرفته حتى الان عن هذا الفيروس المستجد فهو حقيقة مؤكدة لا رجوع فيها ولكن المستجدات ما زالت موضع البحث حتى يتم التأكد منها وتصبح حقيقة مؤكدة كما حدث فيما سبق هذه الاقترحات القابلة للبحث والتأكد قد تساعدنا في التشخيص والوقاية والإلاك من المؤكد أيضا أن هذا الفيروس المستجد يصيب كل الأعمار ولكن الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن ولذلك أي واحد يجيله الفيروس أول حاجة يخاف أن يتعلم أنه ناس الكبار لسنهم كبير الأطفال ولكن لنا شاهدت حتى الآن أنه الأكثر عرضة هم كبار السن والناس اللي عندهم ضعف المناعة برضو زي ما أنا شفت الناس اللي بيأخذوا أدوية تثبيت المناعة أو عندهم ضعف المناعة هم أكثر عرضة أو أمراض السكر أمراض القلب الناس اللي عندهم حاجات في الرئة حساسية في الرئة هم أكثر عرضة ولا بد أن يحتاطه تماماً الفيروس يأتي بالمظاهر العامة يسخن كنا من أعتبره قبل كده سخنية أو بس واحد يسخن وكح شوط بارد يأخذ لك الأنتيبيواتيج وارتاح واللمون والشاي واللموناتا وعصيب رطقام تكسير في جسم احتقان في الحد كلها مظاهر عادية يبدأ ينهج هنا المهم إرهاق طبعاً لعنده سخنية ولعنده كح يبعنده إرهاق سرعة طبعاً بدون شك هذه الأعراض اللي كنا بنعتبرها أعراض عامة أو أعراض معناها شوط برد أو فلوانز بتاع بيبقى تيجي الحرارة الكحة الإرهاق نهجان حرقان في الزهر الإرهاق الصداع ولذلك لما بيجي لي واحد عن سخنية لابد أتأكد إن ما عندوش كورونا والحمد لله بيساعدني إن أنا أتأكد ما بيديقش ولذلك أي واحد قلق لأي عن سخنية بأخذ كل الإحتياط اللازمة ليا والغيري والمرضى اللي عاديين معاً ولكن ابتدأ بالوقت نستشخص ولذلك قلنا في العنات كبيرة جدا هل هذا جديد لا ولكن أصبح التشخيص سهل متوفر ما حدش يخاف يقول عندي كورونا يكرتنوه 14 يوم ويقفلوا المكان ويعملوا ده لا سهل ما هي حقيقة المرض حقيقة 80% ما بيشكيش من حاجة وي يأما شوية أعراض بسيطة بتفوت وتمشي 15% يبقى تعبان قوي سخونية وإرهاق وتعب وكحة ويمكن يحتاج أكسجين 5% هم دولا اللي فعلا انوضب لهم هو دي الرعاية اللازمة ولذلك مفروض هو دي الرعاية اللازمة للناس التعبانة أول 5% وشوية من 15% ولذلك الحقيقة هذا فضل من الله أن ألهم القائمين على الكورونا أنهم قال لك العزل في المنزل الحمد لله ونخلي الناس اللي هم لازم يدخل المستجفى بلهم مكان اللي هو آ أو لا يبه برضو لمكان فهذا فضل من الله وعمق في التفكير وحسن في التصرف إذن نقدر نقول إن الإصابة بهذا الفيروس لها ضربات مختلفة قد تكون بسيطة تنقى أن يعلم وتمر ولا يعرف إلا لما يجي يفحص يقول أنا حاوزة أطمئن يطلع أني أنت خدتها وخفيت منها الله أنا ما حسيتش بحاجة أيوة لأن فيه 80% ممكن يجي ومشي وما يخص حاجة وشوية يبقى نازل للبرد وتنتهي الله لما يجي يفحص أو يعاوز يطلع عن هذه كورونا بحاجة ارتفاع الحرارة مع الكحة خلي بالك هذه هي بداية الخطورة سارع وتأكد إنها كورونا لأنها بداية الحالات الشديدة لأن ما بعدها هنلاقي التهابات رئوية متناثرة بالرئة ثم بعدها قد ستات الحالة ثم بعدها كان لابد من العزل زي ما احنا نشوف هذه هي الإصابة واللي احنا بنخاف منه الرئتين ولذلك فهذا الفيروس فيروس الرئتين ولذلك كل المتخصصين في أمراض الصدر الآن في ضغط شديد وإرهاق شديد عليهم ومسؤولية كبيرة عليهم والرعاية مهمة جدا ولذلك نقول أن الإصابة بفيروس الكورونا لا يوكد إصابة ولا يشعر بشيء قد تكون بسيطة ولكن قد تمتد إلى التهابات رئوية بسيطة ثم كثيرة ولذلك زي ما قلت لكم السغنية والكحة خلي بالك هي أول الطريق في مصر هنا أصبح حاجة مميزة إيه هي الميزة بتيجي بفقدان حسد الشم والتذوق وألام في الجسم والطرابات بالجهاز الهضمي شوية إسهال يوم اثنين شوية صدع خفيف ممكن مر ولكن حسة الشم ملفتة للنظر مستمرة برعب ذلك قد نعتبرها الحالات البسيطة ولابد من وقاية الآخرين بالكمامة ولابد من متابعة الحالة وتكرار قياس الحرارة صباحا ومساء أقول له أوعى تاخد مسكنات إس الحرارة الصبح إس الحرارة بالليل يقول لي الصبح سبعة آه ماشي سبعة وشرطة أو اثنين لا بالليل سبعة وثلاثة ممكن الصبح تبقى أقل من سبعة بالليل سبعة وثلاثة هذا هو الحرارة الطبيعية الصبح سبعة أو أقل بالليل سبعة وثلاثة خلاف كده فحطها في الاعتبار بدون مسكنات ما تجيش تاخد حبيتين مسكنات مخفضين الحرارة بس خلي بالك بالرغم أن أنت مشيش محاجة بس خلي بالك من الآخرين والبس الكمامة واعتزل بالبيت وفي أوضة فيها تهوية كثيرة فنجد تقن عليك إلا وانت لابس الكمامة لقد ظهرت بعض الاقتراحات أثناء الفحص العام بأنه لا داعي للكمامة مدام لا توجد أعراض ولذلك في بعض البلاد وهم يقول لك مدام ما فيش أعراض خلاص ما فيش داعي للكمامة ولكن هذا الاقتراح غير مقبول نهائيا لأن الإصابة قد تحدث من شخص مصاب ولا تظهر عليه أعراض ما قلت أو أعراض بسيطة تمشي وقد لا يعرف أنه مصاب ولكن انتقال العدوى مؤكدا من المريض المصاب لبكوع طبعا أنتك أدل على كده نعم توجه حقائق مؤكدة كثيرة من أن المصابين يمكنهم نقل العدوى الأخرين مع العلم بأنها لا توجد عليهم أي أعراض مرضية ولا يعرف أنهم مصابون إلا عند الفحص وتوجد أعراض إصابة بسيطة وثابت أيضا أن الفيروس يتنافر منهم دون أن يعلمهم وبذلك يمكن نقل العقل الله يبقى إذن خلي بالك سواء أنت عيان أو مش عيان ولذلك الحقيقة شكرا للقائمين على الحماية يعني كل واحد لازم يتبس كماما مش لازم تكون عيان ولما يتبس كماما في غرامة وما تدخلش أي أماكن إلا بالكماما إذن المسألة مهمة مش لازم تكون عيان مش لازم تعرف أنك كنت عيان أو أنت عيان لأنك ممكن تكون عيان إنما مش باين عليك حاجة لأن العجوة قد تنتقل لأقل من مسافة متر طيب إبقى بسيطة إبقى متر لأ مع العلم بأن طيارات الهواء والتكييف وإحنا الوقت في الصيد يساعد على انتشار هذا الرذاب لأكثر من مسافة متر ويظل عادق في الهواء إبقى المكان لفيه تكييف المتر مش كفائي ويظل الفيروس ناشئة لمدة ثلاث ساعات وممكن أن ينتشر الفيروس عند تلامس الأسطح التي لمسها المريض ثم ملامست الفم والأنف أما الرزاز الكبير اللي بيقوح بقى يطلع حاجة اللي هو خمسة ميلي فيظل عادقا في الهواء لمدة قصيرة وسرعة انتقاله أقل من متر يبقى يبقى هذا المتر متى يقل لنا يبقى هنا لبس كمامة ضروري كما نرى واحد يعطس يروح فين الرزاز في كورونا يبقى تسع متر يبقى إذن المسألة نسبية ممكن أقل من متر من متر ممكن أكثر من مترين ممكن أكثر من ست أمطار ممكن تسع أمطار يبقى إذن كمامة ضرورية للمصابين أساسا أساسا وكوقاية لأنه ما يعرفش ما يعرفش عنده حاجة لأنه ما يعرفش هنا بقى ثبت إن ابتدأ بقى كلام هل لك يحترس من الفلوس اللي أنت بتمسكها وابتدأ الناس تشتغل بالكريدت كارت وابتدأ يخافهم الفلوس ولكن الأبحاث آدت إن وراء البنك كانوت ما ينقلش العدوى ولكن لا نستطيع أن نؤكد ذلك طبعا خلي بالك وراء البنك نوت بتاعنا مختلف طيب ابتدأت الحملة على جرائد هل الجرائد تنقل العدوى تنقل هذه لا تنقل واحتمال نقلها ضعيف جدا لأنها تخرج من الطباعة تتحذر يعني يربطوها ويروحتوها لالذي يبيعها هنا الذي يبيعها هناك ناس متعودة توقف عند الذي يبيع جرائد يقرأ جرائد كلها وهو واقف ويمشي فالمسألة نسبيا ولذلك المهم حتى الآن الجرائد لتنقل العدوى من الكحار من العطس وحكاية مسافة متر أو أكثر أو أقل مسألة نسبيا لا تستطيع تقرها أو تؤكد بها أو تعتبرها معلومة مية مية ولكن المهم جدا الكمامة ونشكر الحكومة ونشكر القائمين أن الكمامة واجبة على الجميع يدون السيسناء تمشي في الشارع لابس كمامة تركب تاكس لابس كمامة تركب وسائل مواصلة لابس كمامة تدخل محل تشتري إذا ما كانش معك كمامة تلاقيه وقفلك بالكمامة والكحول هذا كلام جميل وهذا هو حقيقة الأمر وهذا مهما تغير العلم وقال لك مسافة أقل من متر مسافة أكثر من متر ستة متر التسعة متر الكمامة هي الواقية يبقى إذن اللي هو يمشي لازم يلبس كمامة هل هي تقيه هو لا انت يتقي الآخرين يتقي الأسطح أو الحاجة اللي هتنمسها منك إذن هنا الكمامة أنواع الكمامة العادية دي في بعض الرزاس قد ينتقل منها ولكن للجميع مشيا ولكن الكمامة دي لو في الشي ده مهمة جدا وخصوصا للأطباء وخصوصا الممرضين وخصوصا لكل من يعمل وإن 95 ضرية جدا يبقى كل واحد يعمل فيه مجال الفحص والبحث والعلاج والرعاية لابد أن يعمل هنا بقى حقيقة جديدة لأن قال لك البراز من نومة من المال البراز يا جماعة لا سبق أن الفيروس موجود في البراز ولذلك لما يلاحظه صار بالكورونا بيجيه له شوية إسهال يوم اثنين أن الصرف الصحي في ميلانو مثلا وجدوا أن جزئات أو الدلالة على الفيروس موجودة حتى قبل ما تطلع الإصابة بالكورونا يعني معناها الإنسان اللي هو حتى ما بنش عليه العاية بيخرج الفيروس في البراز واللي بيجيه له الكورونا من ضمن الشكاوي يجيه له إسهال طيب هل البراز ده يمكن أن ينقل عدوى حتى الآن لا لأن الفيروس ده فيروس الرئتين فيروس الصدر فيروس بيصيب الرئتين والصدر فإحتمال نقل العدوى مش مؤكد ومش هيتأكد طب البول لا البول ثبت أنه خالي تماما طب نقل الدم ها ممكن الفيروس يبقى موجود في الدم وعشان كده المصاب بالفيروس ما فيش داعي أن يتبرع بالدم اللي هيتبرع بالدم تأكد الأول أنا ما عندوش الفيروس ولكن لما يخف بيبقى عندو أجسام مضادة وعشان كده بيحبوا ياخدوا الدم البلازمة يدوها كعلاق فالمسألة هاوسة هتحفظ في كل شيء وليس نحن نتعجل أمور المهم اللي عانده كورونا ما فيش داعي يتبرع بدب اللي خد أو خف تأكد أن جثوا المناعة يبقى إحنا إيه المفروض نعمله إن إحنا أوجهز المناعة بالأكل وإضافة الخضروات ذات الألوان زي الفلفل الرومي والأخضر والأصفر والأحمر والخص والكابوتشا والكرومب الأحمر والأبيض والفاكهة الحمضية زي البورتقال والسوفي اللحوم والطيور الأسماك غير دهنية الجنزبيل وفيتامين سي ودال ولكن في وجود الفاكهة وخاصة البرتقال فالإنسان العادي قد يستغني عن الأدوية ولكن درورية لمن لا يستطيع تناول الفاكهة والقطروات والهو بيأكل الحاجات بيأكل فيتامين مش صح هذا خطأ طبعا قل لها تناديك قل لك كل مني أنا الواقي لك هذه نعمة الله البشرية بيوريهم أنواع الأكل الطبيعي لربنا بيبعثهن عشان يأول مناعة طيب الأعشاب إرفع الينسون الكركم البردقوش الشمر والينسون في أنواع مختلفة ولكن عموما هو ينسون بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعونني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقل ربي زدني علما فالله الذي يعطي العلم لمن يشاء ويعطي العلم بقدر والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ونشكر كورونا إنها فتحت أبواب كثيرة جدا حتى نتعلم ونعلم أن الله هو على كل شيء قدير وأن الله هو الشافي وإلى لقاءات أخرى لو أن موضوع الكورونا أعتقد مش هزيل عن كده إلا لو تمحور وظهرت سلالات جديدة فبدأت نتكلم عن السلالات الجديدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته